السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دعاء من قناة اسهل واسرع الوصفات النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة خالص طعمها رائع جدا سهلة وسريعة هنعمل مع بعض كفتة البسارية يلا نعمل مع بعض الطريقة والمقادير نشوف مع بعض طبعا هنجيب البسارية كده هنخسلها كويس جدا وهنشتل الرأس بالسلسلة بالديل منها هنفصلها عن اللحم زي ما انتو شايفين كده فصلناهم كويس وغسلناهم كويس وعصرنا عليهم اللمون بعد كده هنجهز للكفتة بطاستايا مسلوقة واحد فلفل اخضر بصلة عادية وبصلة خضرة وتوم اخضر ورقتين نعناع وبرضو بقدونس ومعانا رز مطحون هنا ده رز مطحون والبسارية وعليها في الصينطوم ومعانا هنا التوابل زي ما انتو شايفين بابريكا وقرفة وكصبرة وكمون وملح وشطة ووجوز تطيبة دلوقتي هنا مقدير الكفتة جاهزة كده معانا هنبتدي نجيب الكبة علشان نخلط المقادير ونعمل الكفتة هنا الكبة معانا هنحط المقادير مع بعض حطينا البسارية وفصين التو وهننزل بالبصل المتقطع والفلفل الاخضر وهننزل بباع المقادير برضو البطاستية المسلوقة زي ما قلتلكم ورقتين بقدونس ونعناع اخضر وبصلة خضرة وتوم اخضر برضو بعد كده هنضرب المقادير كويس في الكبة بعد كده هننزل بالرز المطحون هنقلبه كويس على الخلطة بعد كده اه معانا بالطين هنخلص كمية الرز كلها هنقلبها على الخلطة وبعد كده هننزل بالتوابل ونقلب هنجيب بالطين هنحط عليهم رشة صغيرة فلفل اسود وهنقلبهم كويس وبعد كده هنضفهم للخلطة وبعد كده هنسيبها ساعة بعدين لو عندك الكيس الجاز انا جبت كيس من اكياس التخزين وحطيت فيه الخلطة وقصيته من الجنب من تحت كده خالص قصة صغيرة كده وبعدين حطيت الزيت وسخنته كويس وبدأت ان انا اضغط على الكيس انزل كطع بكطع لان هي مش هينفع احطها بادي لانها مش هتكون متمسكة جدا وبتديت انزل بالكيس كطع بكطع في الزيت المحمي وحمرتها وخلاص كده هتكون جاهزة معنا طعمها جميل جدا ورائع جربوه وان شاء الله هيعجبكم اتمنى الوصفة تكون نالت اعجابكم لو اول مرة تشوفي القناة اعملي لايك للفيديو واشتركي وفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة